اكد مدير ادارة البحث الجنائي العقيد جمال لبدور ان جهود الامن العام بكافة فروعه تتضافر مع جهود دائرة المخابرات والامن العسكري لضبط الامن الوطني والحفاظ على النظام السياسي وكشف لبدور خلال مؤتمر صحفي عقدته مديرية الامن العام اليوم عن ان نسبة اكتشاف الجرائم خلال العام 2013 وصلت الى 77% وشارك في المؤتمر ادارات الامن الوقائي والبحث الجنائي والسير المركزية ومكافحة المخدرات للحديث عن منجزات الامن العام خلال العام الماضي المزيد من التفاصيل في تقرير مرسلنا على الاعرج مؤتمر امني ضخم جمع مدراء الامن الوقائي والبحث الجنائي والمخدرات والسير للحديث عن ابرز انجازات هذه الدوائر خلال العام المنصر بالرغم من الظروف المحيطة بالأردن ورغم جميع موجات اللجوء إلى أن معدل الجريمة انخفضت بنسبة 77% بحسب مدير البحث الجنائي من جانبه أكد مدير الأمن الوقائي إلقاء القبض على مجموعة في محافظة إربد امتهنت تصنيع الأسلحة والذخائر وخاصة ذخيرة الخرطوش حيث تم ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من العبوات البلاستيكية المعبأة بمادة الرصاص وأكثر من 19 ألف بيشة تحشير إضافة إلى 2570 عبوة خرطوش فارغة تستخدم جميعها في تصنيع الذخائر الحية ناهيك عن أعداد الأسلحة التي تم ضبطها انخفاض لعدد الحوادث الكلي في عام 2013 بنسبة بلغت 7.3% من عدد الحوادث لعام 2012 هذا ما أكده مدير إدارة السير الذي تحدث أيضا عن أسباب أزمة السير التي أرقت جميع المواطنين في الآونة الأخيرة نتيجة زيادة عدد المركبات خلال العشر سنوات الأخيرة في مطال القبول عصب عمال فإن كثافة حجم المركبات التي تدخل إليها يوميا يزيد عن 200 ألف مركبة يوميا وأصلا عدد المركبات وسجلة في الأردن الآن تقريبا مليون و300 ألف مركبة 70% منهم في عمال 70% من المليون و300 ألف مركبة موجات في عمال بالإضافة إلى 200 ألف مركبة يوميا تستطيع في عمال فيهم صباح مدير إدارة مكافحة المخدرات أكد أنه لم يسبق أن ألقوا القبض على طلبة داخل الجامعات بتهمة الطعاطي وأنه لا توجد نسب عالية في الطعاطي بين الطلبة أكثر من 6500 حصيلة القضايا التي تم الضبطها تنقسم إلى قسمين الأول وهو الاتجار وبلغ 642 قضية والثاني وهو حيازة وطعاط المواد المخدرة وبلغ 5862 قضية أما عدد الأشخاص المضبطين بقضايا المخدرات فبلغ 8945 شخصا واستطعنا من ضبط كميات كبيرة من المخدرات على المنافذ الحدودية علما بأن عالميا لا تستطيع ولا أي دولة منع دخول المخدرات إلى أراضيها ولكن نحن وبحمد لله ضمن الإمكانيات الموجودة نستطيع أن نحد من دخول هذه الكميات إلى الأردن ووسائل تهريب المخدرات أصبحت معقدة وإخفاءها أصبح معقد ولهذا السبب تدخل كميات إلى كل دول العالم بدون أي استثناء بالرغم من جميع المعطيات التي تحدث في المنطقة إلى أن الأردن ما زال يحافظ على معدلات معقولة من حيث وقوع الجريمة كل هذا بسواعد أبناء الأمن العام الذين يحرسون هذا الوطن ويسهرون من أجل الحفاظ على أمنه علي الأعرج لرؤيا